زي ما كنت بتكلم مع زمايلي كاب 27 على قمة الأخبار مش بس المحلية لكن العالمية على مدار أسبوعين كاملين نقدر نقول أنه في الأسبوعين وما قبلهم كانت الرسائل أكثر وضوحا بكتير من الشأن المحلي اللي احنا كمصريين كنا سعداء بيه كمصريين كنا سعداء بقدرتنا على التنظيم بشبابنا المصري بالموضوعات المطروحة بالمكتسبات الاقتصادية ونقدر نقول كتير من الاتفاقيات وضخ استثمارات في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والمصطلح الجديد اللي اسمعناه في كاب 27 وهنفضل نسمعه فترة طويلة دي نقدر نسميها نجاحات أو تحقق محلي لكن كمان على المستوى العالمي تقدر تقول أنه كاب 27 هو المركب الأخير للإنقاذ الكوكب وبالتالي قرارات التنفيذية المزمعة أنها تصدر في كاب 27 هتكون بموافقة كل الدول المشاركة وتم مد القاب يوم زيادة وده كمان كان خبر بالنسبة لنا ملفت للنظر بكرة إن شاء الله ختام فعاليات قمة المناخ بحسب ما صرح رئيس المؤتمر الوزير سامح شكري وزير الخارجية بقرار تمديد أعمال المؤتمر حتى يوم السبت طبعا عشان نعرف التفاصيل سبب هذا المد وتوصيات الختام زميلنا العزيز من كتيبة المراسلين الموجودين في شارم الشيخ كريم بيبرز مراسل التلفزيون مصري واللي هيكلمنا النهاردة بتحديد موجود في قاعة المؤتمرات في شارم الشيخ كريم مساءتك خير وأنا عارفة أن أنتو تعبنين جدا هناك لكن برضو أي حد لسه موجود في شارم إحنا يعني بنقوله يا بختك لأنه الجو التنظيم الأجواء وأنا عارفة أنه كمان شغل كتير بشكرك يا كريم ومن فضلك قلنا أولا سبب المد اليوم الزيادة وكمان أخبار يعني أهم التوصيات اللي صدرت حتى الآن مساء الخير يا دينا ومساء الخير على مشاهدي برنامج التساعة والقناة الأولى المصرية يعني يا دينا فعلا هو طبعا على مدار أسبوعين وأكتر شوية شغل متواصل الحقيقة إرهاق ولكن في النهاية الشكل والصورة المصرية اللي احنا شفناها في عيون الوافدين اللي شفناها في عيون الناس قد إيه اللي انبهار بشارم الشيخ قد إيه اللي انبهار بالتنظيم قد إيه الأمال الكبيرة اللي محطوطة يمكن دي دايما بتبقى الدافع الرئيسي والأمل اللي بيساعدنا دايما بيكون المحرك الحقيقي لنا فخرنا بمصريتنا دي رقم واحد دايما دا اللي بتحركنا مدينة شارم الشيخ وكاب 27 كانت الفترة اللي فاتت يعني ضغوطات كبيرة جدا امال كبيرة جدا على مصر ان هي تنفذ السمى الرئيسية لكوب 27 وهو التنفيذ التنفيذ الفعلي لكل التعهدات اللي كانت موجودة في مؤتمرات المناخ قبل كده علشان الوصول لالية تجمع الدول كلها وتكاتف دول كبير للتعامل مع التغيرات المناخية اللي بتأثر بشكل كبير جدا جدا على دول كتير وعلى البني قدمين والبشر بشكل كبير جدا كمان طبعا كانت المفاجأة الكبيرة انه مازال حسب كلام الوزير سامح شكري وهو طبعا رئيس كب 27 مؤتمر المناخ وزير خارجيه المصري وانطوني جوتيريش الامين العام لأمم المتحدة انه الانشقاق والمسافة مازالت كبيرة ما بين الشمال والجنوب والدول الرائدة والدول النبية للوصول لحلول حقيقية على الارض الواقع لكن هنا بيظهر دايما جانب الدور المصري والتصميم والاراضة على الوصول لحلول علشان كده كان في مد لكب 27 وحف كبير جدا وتوجيه كبير جدا يعني دعم من سامح شكري وبتوجيهات طبعا من جميع الدول والرئاسة المصرية ان احنا لازم نعمل مناقشات هتكون جماعية وفي مناقشات ثنائية واجتماعات ثنائية ما بين سامح شكري كرئيس للمؤتمر وكل الدول اللي شاركت في المؤتمر للوصول لحلول وانه بحقولها لحل الخلافات بشكل كبير جدا وده اللي بيحصل بالفعل النهاردة أو حصل جزء منه النهاردة وهيستمر بكرة كمان يعني اجتماعات ثنائية واجتماعات جماعية بشكل عام في محاولة يعني جرس انظار اخير لانه الوقت الحارج اللي احنا عايشين فيه دلوقتي للوصول لحلول حقيقية تتنفذ على ارض الواقع خلينا اقول لك مصر كمان يا دينا ليها دور خاص في التحول الاخضر استفادت كتير من المؤتمر اكيد استفادت عن طريق الاتفاقيات المختلفة كنت بتتكلمي عليها دلوقتي كمان يا دينا اللي حصلت للتحول الاخضر وخصوصا في جانب الطاقة الهايدروجين الاخضر طاقة الهايدروجين الاخضر هي المستقبل حسب كل الخبراء الخاصين بالطاقة ومصر عندها باع كبير في الجزء الخاص بتطوير الطاقة والتحول للطاقة الصديقة للبيئة وخصوصا الهايدروجين الاخضر اتفاقيات مختلفة مع المملكة العربية السعودية مع سلطانة عمان ممكن من اهم الاتفاقيات اللي حصلت كانت ما بين مصر والولايات المتحدة الامريكية وصفقة الاتحاد بنك الاوروبي اللي بيدعم مصر بخمسمائة مليون دولار هي صفقة او مش دعم هو صفقة ما بين الثلاث جهات للتحول الاخضر بشكل عام وكمان ده ضمن البرنامج المهم جدا لاطلقته دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومصر بشكل عام وهي طبعا برنامج نوفي برنامج نوفي جوال عديد من الاستثمارات الخاصة بالتحول للاخضر استثمارات في المجالات المختلفة من الزراعة من حماية الموارد المائية من تحول الطاقة الحقيقة بيتم ضخها او حتى التفقيات بشكل عام جاري العمل على تطبيقها بالفعل على ارض الواقع ده جزء مهم جدا الحقيقة يخص مصر فيما يتعلق بالتحول الاخضر وكوب 27 كمان مدينة شرم الشيخ كانت عبارة عن نموذج صغير للتطبيق الفعلي للتحول الاخضر كان فيه المنطقة الخضر كانت معمولة كلها بالكامل من ادوات بلاستيك وحيات المفترض كانت تدفن في الطبيعي وتقدل الانبعاثات كربونية لكن كل الحيات اللي جوا كان معاد تدورها بشكل أو بآخر على شأن ما تدفنش وتعمل الانبعاثات كربونية واعادة استخدام الاشياء مرة تانية اكيد هنكون في انتظار بكرة طبعا البيان الختامي لكوب 27 للوصول على قدر الامكان لقاليات تنفيذ حقيقية طب الاليات التنفيذ دي كانت السمى الرئيسية خاص بالتمويل لانه التنويل هو اللي هيساعد اما على الاستثمارات الجديدة او حتى هيساعد على التكيف الخاص بالتغيرات المناخية او هيكون عبارة عن تعويد للخسائر اللي لحقت بالدول الانمية او الدول اللي تأثرت بشكل كبير من التغيرات المناخية طبعا الدول الافريقية وقارة الافريقية كان من اكتر الدول اللي تأثرت وبعض الدول الساحلية اخرى زي مدغشقر وغيرها لكن من اكتر الدول اللي تأثرت الحقيقة من التغيرات المناخية وبيطلبوا من الدول الصناعية والرائدة ان هم يعوضوهم عن الخسائر دي اما بالتعويض مدي مباشر او حتى بالاستثمارات المختلفة والاستثمارات الصديقة للبيئة كمان الدول الافريقية ومن طبعا وعلى رأسهم مصر كانوا يعني في اجتماعات مختلفة ولقاءتنا المختلفة على قناة الاولى لما كنا نتناقش مع صناع القرار في الدول الافريقية الحقيقة اتكلمنا على فكرة ماذا لو لم يتم توصيل الدعم ده او التعويض الخاص بالدول الرائدة او الدول الصناعية للدول النمية تدو ان احنا يبقى فيه تكاتف بقى دولي افريقي علشان نقدر نتخطى ازمة التغيرات المناخية اما عن طريق انه مشاريع مختلفة زي زيادة الرقعة الزراعية على سبيل المثال او نقل الخبرات بين الدول وبعضها استخدام مشاريع صديقة للبيئة مثلا على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة ابتدت كمان هي مش بس بتسعى ان هي بتبني البشر والانسان لكن كمان كان فيه صناعات ومصانع وغيرها ليه مساعدة الناس بشكل عام في المحافظات هنا في مصر ولكن كمان المصانع دي على قد ما نقدر بتكون صديقة للبيئة وعلى قدر الامكان غير ملوثة للبيئة ابتدت الحقيقة الدول الافريقية ان هي تاخد الفكرة دي واطلقوا برعاية مصرية مبادرة حياة كريمة افريقية عشان تتنقل خبرت حياة كريمة هنا في مصر للدول الافريقية فالحياة كان تكاتف كبير جدا ورؤية قوية برعاية مصرية للوصول لحلول تتنفذ بالفعل على ارض الواقع وكمان جزء الميت مليار دولار اللي كانت عهده به قبل كده في جلاسكو باريس نهو يتنفذ التمويل كمان الرؤى دلوقتي تحولت وتطورت نهو لا ميت مليار دولار مش كفاية الحقيقة ممكن يبقى اكتر كمان توصل لائمتين مليار دولار ولكن المهم ان هي تتنفذ بالفعل على ارض الواقع بشكرك بشكرك شكرا جزيلا كريم على هذا الشرح الوافي حديثك عن سبب المد يبدو انه حديث منطقي جدا بأكد بالأول بشكر شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم بيبرس اللي بيتابعنا او اللي ادينا التقرير الشامل ده من قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ الحقيقة انه يبدو انه كلام كريم منطقي جدا وانه هذا السبب المعلن هو سبب حقيقي جدا احنا بنتكلم عن توصيات تنفيذية وبالتأكيد انه العائق الكبير هم الدول العظمة التي تمتلك القرارات الاقتصادية المؤثرة اللي ممكن تؤثر كمان في ضبط الفوضى اللي حصلة في التغيرات المناخية وبالتالي هذا القدر من المقاومة الذي استدعى يوم زيادة يبدو انه بكرة هيكون فيه اجابة على اسئلة كتير اذا لم تخرج قرارات حسيمة بالمناسبة احنا بدايما بنأكد كده في قاب 27 في المؤتمرات المناخية ما ينفعش يصدر قرار في دولة واحدة مش موافقة عليه لازم جميع الدول توافق فقدر اتخيل الحجم المسؤولية والضغط الكبير والمفاوضات الصعبة اللي بيتولى ادارتها سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية